ساعات قليلة ويفر رئيس الأمريكي دونالد ترامب بوعده الانتخابي بشأن نقل سفارة بلاده في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس المحتلة ساعات ويضرب ترامب عرض الحائط بكل مبادئ الحرية وحقوق الإنسان التي تتشدق بها بلاده وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها أجواء متوترة وإن بدت احتفالية إجراءات أمنية مشددة يحاول بها الكيان الصهيوني تأمين تنفيذ جريمة جديدة بمشاركة الولايات المتحدة جريمة تستهدف اقتطاع مدينة القدس من الجسد الفلسطيني ما يعني طعنة قاتلة في قلب القضية الفلسطينية عصر الاثنين تصل الاحتفالات الصهيونية في القدس ذروتها بافتتاح السفارة في ظل حضور أمريكي يمثله وزير الخزانة ونائب وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريت كوشنر وعشرات من أعضاء الكونغرس في المقابل فإن وفدا من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية توجه صوب القاهرة للقاء قيادة جهاز المخابرات المصرية من أجل بحث آخر التطورات الفلسطينية لا سيما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومسيرات العودة الكبرى فضلا عما يتردد عن خطة صفقة القرن الأمريكية وبينما تتواصل الاستعدادات الصهيونية الأمريكية لتنفيذ مخططاتهم في نقل السفارة وصفقة القرن يعيش العالم العربي والإسلامي حالا من التشرذم والصراع بين دوله ناهيك عن الصراعات والحروب الداخلية التي خلفت انهيارا لمفهوم الدولة في بعض الأقطار العربية واقع يزداد ترديا يوما بعد يوم متزامنا مع تصاعد الحملة الغربية لتنفيذ مخططات لتفكيك وتقسيم المنطقة العربية وتصفية لقضاياها العالقة ضمن ما يروج له أمريكيا من خطة يدعونها صفقة القرن ترجمة نانسي قنقر